22 من أيلول من كل عام توافق ذكرى استشهاد الصحفي عسام تلاوي الذي ارتقى شهيدا خلال تغطيته لمسيرة مطالبة بفك الحصار عن الشهيد الراحل ياسر عرفات عام 2002 لم يقتصر الاستهداف الإسرائيلي على المباني والأبراج الخاصة بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإنما استهدف العاملين الوطنيين في هذه المؤسسة الإعلامية الوطنية ومن هنا جاء الحقد الإسرائيلي على هذه المنظومة الإعلامية المرتبطة بنضالات شعبنا الفلسطينيين من خلال استهداف الشهيد البطل عصام التلاوي الذي ارتقى خلال مشاركته في مسيرة مناهضة للحصار الجائر الذي كان مفروضا على الرئيس الرمز ياسر عرفات التلاوي الذي كان يحمل شهادة عليا في الكيمياء كان يتميز بثقافته الواسعة وصوته الرخيم الأمر الذي أهله لدخول معترك العمل الإعلامي ضمن قلة قليلة من الكفاءات فعمل محررا ومذيعا في قسم الأخبار في إذاعة صوت فلسطين ارتقى تلاوي شهيدا على أرض الوطن وهو واحد من بين عدد من شهداء إذاعة صوت فلسطين الذين ارتقوا أثناء قيامهم بواجبهم الصحفي والوطني الوفاء للشهيد عصام التلاوي ولجميل نواوري ولنزيه دروزي بالاستمرار بالمسيرة الإعلامية الملتصقة بنضالات وهموم شعبنا الفلسطيني فنحن لسنا إعلاما محايدا وإنما إعلاما ملتصقا بقضيتنا وبمشروعنا الوطني التحرري والوفاء لهم ولكل الشهداء يأتي من خلال تعزيز هذه الرسالة بما يساهم في تشكيل الوعي الوطني الفلسطيني وتطوير آداء الإعلام الرسمي الفلسطيني وهذا ما شهدناه بتوجيهات من معالي المشرف العام على الإعلام الرسمي الأخي الوزير أحمد عساف وما سنشهده أيضا في المراحل المقبلة بإذن الله يذكر أن التلاوي قد أنهى دراسته الثانوية في الكويت والجامعية في بغداد ثم عاد إلى فلسطين فلنتين أبو حامد تلفزيون فلسطين